استقبل مطار العريش الدولي طائرة مساعدات تركية تحمل على متنها 46 طن من المساعدات الإغاثية لقطاع غزة وقال مصدر مسؤول إنه جرى تفريغ شحنة للمساعدات ونقلها إلى المخازن اللوجستية في مدينة العريش تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر بوابة ميناء رفح البري بالتنصيق مع الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني هذه ساحة معبر رفح البري من الجانب المصري وعلى مرمى البصر ترى اصطفاف الشاحنات التي لا حصر لها فضلا عن الشاحنات المصطفة على بعد كيلو مترات من المعبر وبما أنه لا دخول للمساعدات الإنسانية إلا من منفذي كرم أبو سالم والعوجة الخاضعين لسلطة الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل فإسرائيل هي من تتحكم في عدد دخول الشاحنات نظرا لخضوع المنفذين لسلطتها ولا علاقة لمصر بهما الشاحنات تسير للمنفذين ليقوم الجانب الإسرائيلي بإجراءات تفتيشية وهنا حدث ولا حرج عن بطء الإجراءات التي تحول دون إنجاز عملية التفتيش ودخول أكبر عدد من الشاحنات وهذا ما كشفه أحد سائق الشاحنات وروا لنا ما يحدث هناك من إجراءات دخلنا جوه العوجة بنسيب العربات نفتح السندية وبنفتح الحاجة ونسيب العربات ما نعرفش أنا عن حاجة لغاية لما أم يفتش العربيات وبنخش ساحة تانية وساحة تالتة برضو نفس البرنامج بس هو ده بنطلع لأننا نتحشي هنا بين السلك وبعض الغاية لما بنخش جوه فلسطين ولعل ما صدقت فيه إسرائيل هو تصريحات مسؤوليها سابقا بأنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة خاصة الوقود وهذا صحيح فهنا في المركز اللوجستي للهلال الأحمر المصري بمدينة العريش حيث استقبال وتجهيز المساعدات توجد هذه الساحة للمساعدات الإنسانية الخاصة بالوقود من استوانات الأكسوجين والمولدات الكهربائية التي منع الجانب الإسرائيلي دخولها وعادت بعد إجراءات التفتيش وهذه المساعدات الممنوعة بوصف الاحتلال اطلع عليها كل المسؤولين الأمميين خلال زيارتهم لهذا المركز والذين لم يتمكنوا من الدخول لقطاع غزة بسبب منع الجيش الإسرائيلي لهم وتخوفهم على حياتهم بسبب القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع وليس المنع من الجانب المصري المكان الذي يوجد فيه هو المغزم الخاص بالأحمر المصري في المركز اللوجستي التي تتراكم فيه وتتكدس فيه الأصناف التي تتعنت الجانب الإسرائيلي في دخولها ويرفض دخولها بتات الأصناف تتراوح ما بين المولدات الكهربائية إلى فلات المياه إلى وحدات الطاقة الشمسية إلى وحدات الأكسوجين إلى أجهزة التخدير وهذه صورة أخرى لعدد الشاحنات المصطفة في مدينة العريش والتي تذهب لمعبر رفح تباعاً لتكذب الرواية الإسرائيلية بأن مصر هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة إنها مصر أول من حددت مسارات استقبال وإرسال المساعدات براً وبحراً وجواً حيث لم يغلق هذا المعبر يوماً واحداً فدائماً يكون النافذة الإنسانية للأشقاء لتظل مصر الداعم الأولى والأكبر للقضية الفلسطينية وللأشقاء في قطاع غزة محمود جميل التلفزيون المصري